بسم الله الرحمن الرحيم دعونا نبدأ بالعامل المسبب وهو العنصر الأول في سلسلة العدوى وعندما نقول سلسلة غالبا لا يوجد عنصر في البداية وفي النهاية لأنها دائرة مغلقة وبالتالي نستطيع أن نبدأ السلسلة من أي من النقاط الستة التي ذكرناها في الفيديو السابق العامل المسبب ذكرنا في المقدمة أنه قد يكون بكتيريا أو بيروس أو طفيل أو فطريال تختلف صفات العوامل المسببة باختلاف تصنيفها وأيضا في التصنيف الواحد يوجد هناك اختلافات عظيمة بين هذه الميكروبات فلنأخذ على سبيل المثال الفيروسات هناك فيروس الرشح والإنفلونزا يعني يمكن أن ينتقلان عبر اللي هو الجهاز التنفسي لكن فيروس الإيدز ينتقل عن طريق الدم وينتقل عن طريق الجنس فيروس إلتهاب الكبد الوبائي ألف ينتقل عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث ببراز آدمية بينما فيروس الإلتهاب الكبد الوبائي ينتقل عن طريق الدم وينتقل عن طريق الجنس بينما فيروس إلتهاب كبدي سي ينتقل فقط عن طريق الدم إذن تختلف الفيروسات في طريقة دخولها وفي طريقة انتشارها وبالتالي يجب علينا عندما نقول نريد كسر السلسلة أن نفهم الفيروس المسبب أو العامل المسبب سواء كان بكتيريا أو فيروس نفهم وفهما عميقا حتى نستطيع أن نكسر هذه السلسلة العامل المسبب نحن ذكرنا الفيروس كمثال نذكر بعض الأمثل على البكتيريا هناك بكتيريا تعرض بالسلمونيلا والسلمونيلا تسبب مجموعة من الأمراض أحد أنواع السلمونيلا سلمونيلا طايفي تسبب حمته في إيد هذه ليس لها عوائل إلا الإنسان بينما أفراد أخرى من السلمونيلا مثل السلمونيلا إنترادايلس موجودة في معظم المخلوقات موجودة في الدواجم وفي الزواحف في كل تقريبا المخلوقات فبالتالي عندما نتحدث عن الميكروب مرة أخرى المعلومات المتراكم عن هذا الميكروب تساعدنا في فهم أعمق لسلسلة العدوى وبالتالي في كيفية كسر هذه السلسلة كيفية كسر السلسلة من ناحية الميكروب تكون بتشخيص الناس المصابين أو بالمخازن وهذا سيكون فيه له جزء آخر لكن دعونا نركز هنا على الإنسان المصاب تشخيصه بتشخيص دقيق ثم علاجه وبالتالي تقليل من فرص نقل الميكروب لآخرين أيضا يمكن فهمنا العامل المسبب أن يساعدنا في كيفية تخلص منه مثل عمليات التعقيم والتطهير والطرق الأمثل للتخلص من هذا الميكروب إذن العامل المسبب مختلف باختلاف الفئة وفي نفس الفئة أيضا يوجد اختلافات عظيمة بين الفيروسات نفسها وبين البكتيريا أيضا وبين الفطريات وبين الطفليات وبالتالي يتوجب علينا فهم هذه الميكروبات فهما عميقا إذا أردنا أن نكسل سهلة أي منها لابد من التنويه لنقطة جدا مهمة ألا وهي أن هذه المخلوقات هي مخلوقات دقيقة لا ترى بالعين المجردة وهي صغيرة ومتناهية في الصغر لدرجة أنك تستطيع أن تضع مثلا مليار خلية بكتيرية على رأس دبوس ويمكن عشر مليار أو أكثر من الفيروسات على رأس الدبوس فهي صغيرة ولا ترى بالعين المجردة وبالتالي لن نستطيع التعرف عليها من خلال رؤيتها إلا من خلال المختبرات طبعا والتقنيات الحديثة المجرية الكبيرة